اتكشفت إيران النقابة عن الجيل الرابع من صاروخها الباليستي خرام شهر تحت اسم خيبر يبلغ مدى الصاروخ الجديد 2000 كيلو متر مع رأس حربي وزنه 1500 كيلو جرام ما يجعله أثقل رأس حربي بين الصواريخ الإيرانية حيث يستخدم لقود مفرد وهو مقاوم ضد العرب الإلكترونية أجدد صاروخ باليستي إيراني وأحدث منتجات منظمة الصناعات الفضائية الجوية التابعة لوزارة الدفاع إنه الجيل الرابع من صاروخها الباليستي خرام شهر الذي أطلق عليه اسم خيبر يبلغ مدىه 2000 كيلو متر مع رأس حربي وزنه 1500 كيلو جرام ما يجعله أثقل رأس حربي بين الصواريخ الإيرانية إذ يمكنه حمل أكثر من طن من الذخائر أما قدراته التكتيكية فيعمل كسابيقه بالوقود السائل غير أن ما يميزه عن الصواريخ الأخرى من طرازه هو كونه مصمما بطريقة يتم فيها وضع المحرك في خزان الوقود مما أدى إلى تقليل طول الصاروخ إلى حوالي 13 مترا وبحسب الوكالة أيضا فإن الصاروخ يتميز كذلك بنظام يمكن من توجيه وتصحيح مساره في المرحلة المتوسطة من التحليق خارج الغلاف الجوي للأرض وأوضحت الوكالة أن كل عمليات التوجيه والتحكم في الصاروخ تتم خارج المجال الجوي للأرض فيما تنطفئ أنظمة توجيه الصاروخ في المرحلة الأخيرة بعد دخوله مجددا للغلاف الجوي وهو ما يجعله محصنا بشكل كامل ضد هجمات الحرب الإلكترونية ويتميز الصاروخ بقدرات تكتيكية إذ يعد أكثر دقة من الأجيال السابقة من طراز خرام شهر فيما تربك السرعة العالية للرأس الحربي أنظمة دفاع العدو وتجعلها غير قادرة على الكشف عن الصاروخ أو اعتراضه أو اتخاذ إجراءات لتدميره وتملك إيران أكبر قوة من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط وتعتبر ترسانتها الأكثر تنوعا في المنطقة وفق ما ذكر تقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية اشتركوا في القناة